تابع الاتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ومعه الرأي العام الوطني والدولي إسراء عدد من السفارات الأوروبية على حرمان مغاربة من حقهم في الحصول على تأشير تشينغن رغم توفرهم على الشروط المطلوبة واحترامهم لكل الإجراءات المعمولة بها في هذا الصدد وخلف هذا السلوك التمييزي سياء بالغا لدى المتتبعين والمهتمين بالشأن الحقوقي لا سيما وأن هذا الانتهاك من شأنه أن يحرم فئة عريضة من المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم كما هو منصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية لقد تبين من خلال المعطيات المتوصل إليها من طرف مكونات الاعتلاف أن ظرف الإصرار والترصد كان حاضران في سلوك التمتيليات الدبلوماسية الأوروبية بالمغرب تجاه طالبي الحصول على التأشيرة بعدما تأكد لنا أن هذه الحملة الممنهجة انطلقته مدة زمنية موحدة واتخذت نفس الطاكتيك في رفض الطلبات ونسخت نفس المبررات في جوابها ووضعت في أدنها نفس كمية القطن لتلافي السماع للأصوات المحتجة والتغاضي عن نداءات وتحركات المنطمات الحقوقية في هذا الصدد من ضمنها مبادرات أطلقتها كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنطمتان العضوى بالإتلاف والتان قامتها بمراسلة مختلف الصفارات والمؤسسات الأممية والدولية المعنية بضمان وصون الحق في التنقل وتكللت مبادراتهما بوقفة احتجاجية نطمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مقر بعتة الاتحاد الأوروبي بالرباط وعمل الاتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بعد كل تلك التحركات المناضلة على إفادة مدكرة إلى بعتة الاتحاد الأوروبي في 18 نوانبر 2022 أكد عبرها على أن هذه المراسلة جاءت بعد استنفاذ كل مساعد التواصل والترافع أمام عدد من القنصليات الأوروبية وبعد تمادي هذه الأخيرة في تعاملها المهين والحاط بالكرامة تجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشير لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي والتي تساعدت في الآونة الأخيرة وحتى تكون المدكرة معززة بالدلائل والبراهين التي تؤكد تورط السفارات الأوروبية في ارتكابها لهذا الخرق أرفقناها بعدد من الشكايات التي توصلنا بها والتي هي نموذج من الحالات المقدمة على سبيل المثال للحصر والتي تؤكد كلها على إصرار هذه الدول على سلوك مساطر وإجراءات تتلاقض بالكامل مع التزاماتها الدولية وهو ما توضح لنا من خلال العناصر التالية أولاً التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشير خصوصاً بالنسبة للحالات المتعلقة بالدراسة والعلاج أو العمل ثانياً اتخاذ الحرمان من التأشير أشكالاً لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء للأساليب غير المعقولة في التعاطي مع طالبات المواطنات والمواطنين وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلاً ثالثاً الاستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة رغم أن الطلبات المقدمة تستوفي جميع الشروط المحددة في مطبوعات القنصلية رابعاً أن تفويت دول اتحاد الأوروبي تدبير إجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة قد ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصاً من الناحية المادية حيث أصبحوا بالإضافة لأداء رسوم التأشيرة يؤدون رسوماً إضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي خامساً عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الأوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواثر لطلبات التأشيرة مما يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية سادساً عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ما دام لم يحصلوا على التأشيرة مما يصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لأصحابها عملاً غير مشروع وبالرغم من محاولاتنا الحتيثة من أجل مأسسة هذا النقاش ووضعه على طاولة اهتمامات الممثلة الرسمية لسياسة كل دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن تصريف سياسته الخارجية وبرامجه وعلاقاته إلا أن مراسلاتنا واحتجاجاتنا لم تلقى لديها العناية والاهتمام اللازمين وكان همها الوحيد هو أن لا تنظم أي وقفة احتجاجية أمام مقر البعتة التي تمثلها بحي الرياض بالرباط وأن لا توجه لهم رسائل مفتوحة بل إن استهتارها ولا مبالاتها بقيم الحوار خاصة مع المنطمات غير الحكومية وصل بها إلى حد تضييع مراسلة منظمة حقوقية ورفض وضع خاتم الاستلام على الوثيقة التي سلمها لمصالح إدارتها ممثل المنظمة الحقوقية إن سفيرة الاتحاد الأوروبي وإذ تؤكد تجسيدها الفعل والصريح لعقلية استعمارية متعالية برهنت من خلال جوابها على المذكرة المشارئ إليها أعلى في 24 دجنبر 2022 على أنها راضية على ما تقوم به السفارات الأوروبية اتجاه المواطنين المغاربة من خرق سافر لمضامين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الإنسان سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادة 13 أو في المادتين 12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إن الحرية في التنقل والسفر إلى الخارج مكفول بالقانون بالإضافة إلى المغادرة بغرض الهجرة بصورة دائمة كما أن حق الفرد في تحديد الدولة التي يقصدها يمثل جزءا من الضمان القانوني وهو ما لم تستوعبه ممثلة الاتحاد الأوروبي كما لم تضع أمامها المعطيات المتعلقة بحسن الجوار التي أفاد بها البيان المشترك للشراكة من أجل التنقل سنة 2013 وخطة العمل المتعلقة بتنفيذ الوضع المتقدم سنة 2015 وكذل الاتفاقيات المبرمة في إطار سياسة الجوار الأوروبية والتي انطلقت سنة 2003 من أجل استكمال الشراكة القائمة بينها وبين المغرب وتعزيزها وشكلت لأجلها لجن تقنية تضم خبراء المؤسسات الأوروبية والإدارة المغربية تصهر على تدبير الحوار السياسي والعدل والأمن وحقوق الإنسان مع الأسف تهرب جواب السيدة السفيرة عن الأسئلة الحقيقية التي تم طرحها ولم يتم التفاعل بكامل الجدية مع الخروقات التي أشرنا إليها في مدكرتنا وتغاضى خطابها عن عدد من الإشكاليات المطارة من جانبنا لقد عاشت شعوبنا لعشرات سنين تحت وطأة الاستعمار والاحتلال الممارس من قبل أنظمة أنظمة بعض الدول الاتحاد الأوروبي واستغلت هذه الأخيرة خيرات بلداننا بما يكفي لعيشها في طرف لعقود قادمة ونهبت من خيرات أوطاننا وقتلت واعتقلت وابتزت وما زالت تمارس الابتزاز ولا تأبه بحقوق الشعوب وعلى رأسها الشعب المغربي وهو ما يجعلنا كمنطمات حقوقي ندعوها إلى الكف عن هذه الممارسات التي تكرس صورتها العنصرية ووقف كل المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة المناقضة للدعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان خاصة الحق في التنقل والحرص على وقف مهازل رفض طلبات التأشير لأسباب سياسية أو تمييزية أو عنصرية إننا في سلاف المغرب لهيئات حقوق الإنسان لن ندع هذه الفرصة تمر دون أن ندعوها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى التدخل العاجل من أجل احترام حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة في الحصول على تأشيرة دخول تراب الأوروبي ووقف كافة المضايقات والتعسفات التي يتعرضون لها من طرف قنصليات الاتحاد الأوروبي كما نؤكد له ولكافة المسؤولين المعنيين وانطلاقا مما تقدمنا به على ضرورة تحمله لمسؤوليته الكاملة وإطارة انتباه كافة الدول الأوروبية من أجل احترام كرامة المواطنين والمواطنات المتقدمين بطلبات التأشيرة وإنصافهن وإنصافهم دون أي مساس بحقوقهن وحقوقهم وكرامتهن وكرامتهم وفي الختام تجدر الإشارة إلى أننا في الاتلاف المغربي لعيئات حقوق الإنسان وبعد ترجمة هذا التصريح والرسالتان المفتوحاتان سنقوم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية سنقوم ببعتها بالإضافة إلى المعنيين بها إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية المقرر للأمم الخاص بحرية التنقل البرلمان الأوروبي الصفارات الأوروبية المعتمدة في المغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان منطمة أمنيستي الدولية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومنطمة يومان رايتس ووتش شكرا جزيلا الموضوع قضية السفات المصالح القنصلية الأوروبية بشأن التأشيرة تحية طيبة السيدة السفيرة سبق للإئتلاف المغربي لعيئات حقوق الإنسان أن راسلكم آملا في تدخلكم العاجل لإيجاد الحلول الناجعة لحرمان آلاف المغاربة من تأشيرة الدخول إلى دول تنتمي إلى اتحادكم واستند الإئتلاف المذكرة الموجهة لكم على معطيات وقرائن مادية وشكايات توصل بها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أسباب الرفض تستمد حجتها من دوافع تمييزية لا إنسانية وعنصرية لقد أكدت مذكرة الإئتلاف المغربي لعيئات حقوق الإنسان التي توصلتم بها يوم 18 نوانبير 2022 على أن مخاطبتكم بصفتكم ممثلة للاتحاد الأوروبي ورئيسة لبعثته جاء بعد استنفاذ عدة مساعي إزاء عدد من القنصليات الأوروبية وبعد تماذي هذه الأخيرة في تعاملها المهين والحاط بالكرامة تجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشير لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي وعوض التفاعل الإيجابي مع ملاحظاتنا وشكايات الكثير من طالب التأشيرة تمادت المصالح القنصرية للبلدان الأوروبية في تعسفاتها التي أصبحت سلوكا ممنهجا ضدا على المضامين الحقوقية المنصوص عليها في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سواء منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13 أو في المادتين 12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادقة عليه من طرف كافة بلدان الاتحاد الأوروبي وضدا على ضرورة انسجام خطابها مع ممارستها التي تهم العديد من القرارات الأممية والتي تلعب فيها كدول دورة رئيسيا في بلوراتها التعليق رقم 15 حول وضع الأجانب الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المادية والسياسية خلال دورتها السابعة والعشرين والتعليق العام رقم 27 الصادر عن نفس اللجنة في دورتها السابعة والستين حول الحق في حرية التنقل وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة الاتلاف سابقتها مبادرات أخرى أطلقتها كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنضمتان العضوتان في الاتلاف والتان قامت بمراسلة مختلف السفارات والمؤسسات الأممية والدولية المعنية بضماني وصوني الحق في التنقل ومناهضة كل أشكال التمييز بما في ذلك الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مقر إدارتكم بالرباط وقد وجدت هذه الدينامية النضالية صدا لها لدى الرأي العام الوطني والدولي وتحول موضوعها إلى استنكار وتنديد من قبل المتتبعين للملف والمتفاعلين معه نقل جزء منهما عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الرقمي وبالرغم من محاولاتنا الحثيثة من أجل مأسسة هذا النقاش ووضعه على جدول اهتماماتكم بصفتكم الممتلة الرسمية لسياسة كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمسؤول عن تصريف سياسته الخارجية وبرامجه وعلاقاته ليس فقط مع الجهات الرسمية وإنما أيضا مع المنظمات والجمعيات خاصة المهتمة منها بمجالات حقوق الإنسان إذ يفترض فيكم أن تشكلوا نقطة الاتصال الأولى بالنسبة للمنظمات غير الحكومية وعنصر يقدة إزاء سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وتنفيذها بالرغم من كل ما سابق فإن مراسلاتنا واحتجاجاتنا لم تلقى لديكم العناية والاهتمام العمليين وكان همكم الوحيد هو أن لا تنظم أي وقفة احتجاجي أمام قركم بحي الرياض بالرباط وأن لا توجه لكم رسائل مفتوحة مما يجسد لامبالاتكم بقيم الحوار خاصة مع المنظمات غير حكومية وهي القيم التي تدعيها أدبياتكم وذلك يطرح أيضا أسئلة حقيقية حول الشعارات التي تروجون لها وعلى مساعيكم من أجل إقرار مبادئ الديمقراطي وحقوق الإنسان في بلدانكم وفي البلدان التي توجد بها صفاراتكم السيدة السفيرة المحترمة نسجل بأسف تملص جوابكم على مذكرة الائتلاف من التفاعل الجدي مع الخروقات التي تمت الإشارة إليها في مذكرتنا الموجهة إليكم إذ لم يتضمن جوابكم أي إجراءات عملية وناجعة لرفع تعسفات المصالح القنصلية لبلدان الاتحاد الأوروبي وتغادى خطابكم عن عدد من القضايا المثارة ولم تجيبوا عما أشرنا إليه من نقط من بينها التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة بالإغلاق العمدي بشكل كلي أو بشكل جزئي للبرامج والتطبيقات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة مما جعل مطالب التأشيرة يواجهون صعوبات جمة ومن ضمنها الطلبات المتعلقة بالتنقل من أجل الدراسة والعلاج الصحي والعمل إلى أخير إمعان مصالح قنصليات جل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب في رفض تمكين المواطنين المغاربة من التأشيرة والحرمان من الحق في التنقل حيث اتخذ هذا الحرمان أشكالاً لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق إمكانيات الولوج الإلكتروني للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة وفتحها بشكل محدود وقصير المدة وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالب التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدراتهم المادية المتدورة أصلاً بالنسبة للكثيرين تفويت دول الاتحاد الأوروبي تدبير إجراءات دفع الطالبات الحصول على الجواب لشركات وسيطة ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصاً من الناحية المادية ومن ناحية الكلفة الزمنية وكثرة الوثائق الإثباتية فبالإضافة لأداء رسوم التأشيرة الغالية فرضت رسوم إضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها شركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي وعدم احترام الحق في المعطيات الشخصية علاوة على التجاوزات البيروقراطية واختلاق شروط إضافية لتقديم طلبات التأشيرة التي باتت تتطلب ملفاً ضخماً من الوثائق سيد السفير المحترمة إن جوابكم على مذكرة نطبعاً حاولت برير تلك الخروقات بمعطيات لا علاقة لها بالحالات التي تم جردها في مذكيرتنا فالقول بكون القنصليات بلد الاتحاد الأوروبي اعتمدت إعطاء الأولوية للحالات المستعجلة في منح تأشيرة شينغان منافل للحقيقة والدليل على ذلك هو أن مئات الحالات التي تم رفضها تستدعي الاستعجال والتفاعل بشكل إيجابي وفوري ومنها حالات مواعد صحية لاستكمال العلاج أو الفحوصات أو إجراء عمليات جراحية حددت مواعدها من قبل الجهات الطبية في تلك البلدان وحالات الدراسة تبقى لعمليات تسجيل مسبقة وموثقة وحالات الحاجة لقضاء مصالح إدارية أو تجارية وحالات علاقات عائلية إنسانية ضرورية وقد أكدنا في مذكيرتنا أننا نتوفر على العشرة من الشكايات التي تؤكد الطلبات المرفوضة تسببت في مآس جمع لطلبة تم حرمانهم من الالتحاق بجامعاتهم ومعاهدهم رغم توفرهم على وثائق تؤكد تسجيلهم وقبولهم من طرف تلك المؤسسات وكذا حالات المواطنين مرضى اختاروا اضطراراً العلاج في مصحات أوروبية وحصلوا على مواعيد العلاج وآخرين تربطهم بشركات ومؤسسات أوروبية عقود عمل تم إلغاؤها مباشرةً بعد أن استعصى عليهم الصفر بسبب رفض التأشير على جوازات صفرهم وبالتالي فإن حرمان الحالات المشار إليها أعلاه على سبيل المثال للحصر بسبب تعنط المصالح الدبلوماسية للدول الأوروبية أعاق المواطنات المواطنين المغاربة في الحق في التنقل كما مسى الحق في الصحة والعلاج والحق في التعليم والحق في الشغل إلى آخره لقد عمدت بعض الصفارات إلى التقليص المتطرف في عدد التأشيرات الممنوحة لطالبها لأسباب سياسية وبقرار مسبق نذكر منها على سبيل التحديد الصفارة الفرنسية التي قامت منذ أواخر شتنبر 2021 بتنفيذ سياسة بلادها التمييزية ضد المواطنين المغاربة بسبب خلافات بين السلطات بين الرباط وفاء وباريس في قضية تتعلق بالهجرة وفي قضايا اقتصادية وهو ما أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي نفسه وأيضا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أطال بالقول إن بلاده شولات قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول على مواطن المغرب والجزائر وتونس انتهى قوله وتم بناء عليه تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطن المغرب بنسبة 50% إن تأكيد جوابكم على أن رفض تأشيرات يجب أن يكون بمثابة قرار معلل هو اعتراف ضمني على أن الممارسات التمييزية التي قامت بها الصفارات الأوروبية وعلى رأس قائمتها الصفارة الفرنسية هي ممارسات غير قانونية وتستدعي منكم التدخول ذلك أن الطلبات التي تم رفضها لم يكن تبريرها محددا اللهم من الادعاء المنصوخ والمعمم على جل مرفوضة طلباتهم والقائل بين شولات إن الملف لا يستوفي الشرط كنا نأمل منكم باعتباركم ممثلة لدول الاتحاد الأوروبي الحارصة على احترام حقوق الإنسان أن تطالبوا سفارات الدول الأوروبية على الأقل بإرجاع مصاريف ملفات طلبات التأشير المرفوضة وتعويض أصحابها على اعتبار أن عدم إرجاعها يعد في نظر القانون عملا غير مشروع خاصة وأن بعض السفارات تعيد للذين رفضت طلباتهم مصاريف الملف وبعد أن ثبت أن الرفض كان لأسباب سياسية وبطرق اعتباطية وتمييزية وثبت انتهاك هذه الدول للحق في التنقل وتوفرت لكم والرأي العام الدولي والمغربي عناصر إثبات الإصرار والتعنت لا سيما حين أعلنت فرنسا عن نيتها قول التراجع عن هذه الممارسات وهي ممارسة المنافية لمبادئ حقوق الإنسان عند الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب السيدة السفيرة المحترمة لقد عاشت شعوبنا لعشرات السنين تحت وطأة الاستعمار والاحتلال الممارس من قبل أنظمة بعض الدول الاتحاد الأوروبي واستغلت هذه الأخيرة خيرات بلداننا بما يكفي لعيشها في طرف لعقود قادمة ونهبت الكثير من خيرات بلادنا وقتلت واعتقلت وابتزت وما زالت تمارس الابتساز ولا تأبه بحقوق الشعوب ومن ضمنها الشعب المغربي وهو ما يتطلب منكم إلزامها في إطار اتحادكم بضرورة الكف عن هذه الممارسات التي تغرف من الحنين للسلوكات الاستعمارية الماضوية وتكرس صورتها العنصرية وقف كل معاملات المهينة والحطة من الكرامة المناقضة للدعاءات تلك البلدان باحترام حقوق الإنسان خاصة الحق في التنقل الحرص على وقف مهازل لرفض طلبات التأشيرة لأسباب سياسية أو تمييزية أو عنصرية احتراما من دول الاتحاد الأوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القوانين والاتفاقيات الأوروبية ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان والسلام عليكم اشتركوا في القناة